موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صلى على محمد وآله محمد أسعد الله أوقاتكم أحبتي مشاهدي قناة كربلاء الفضائية يتجددوا لقاءنا بكم وحلقة جديدة من برنامج في رحاب القرآن في هذه الحلقة سوف نحاول أن نسلط الضوء على مسألة التأويل والتفسير يصحبنا في هذه الحلقة ضيف البرنامج الدائم سماحة الشيخ الباحث الإسلامي حسن كريم الربيعي أهلا وسلم بكم سماحة الشيخ أهلا ومرحبا بكم الشيخ فهم القرآن بين التفسير والتأويل هو موضوع هذه الحلقة نحاول في البداية أن نعطي تصور للمشاهد الكريم عن الفرق بين التفسير والتأويل نعم بسم الله الرحمن الرحيم وصلاة والسلام على محمد بيت الطيبين الطاهرين واقعا فهم هذا القرآن مفسرا أو مؤولا قضية مهمة جدا لدى المفسرين لدى علماء الكلام والفقه والمسلم هو يحتاج أن يفهم هذا النص باعتباره يعني هو الدستور هو طريقة هو السمة الغالبة للمسلمين هم يحملون القرآن الكريم فهناك طبعا من قال أن التفسير والتأويل شيئا واحد نعم هذا رأي رأي آخر قال لا يختلف التفسير شيء نعم التفسير هو بيان الأشياء الواردة في النص بيان هذه الأشياء يقول له مفسر عالم مفسر يعني يفسر القرآن يعني بيّنه أو ضحه هذا هو كما هي العلاقة بين القرآن والسنة الشريفة والسنة الشريفة يعني العلاقة بين نص نازل من السماء ونص موضح لهذا النص نازل فإذن القرآن القرآن هو النص اللي نازل من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي وهو ثقافة المسلم والنص الشارح له لذلك نقول لا يمكن أن نفصل بينهما يعني لا يمكن نفصل بين القرآن والسنة لأننا راح نفصل بين المتن والهامش لا يمكن هذا الشيء ولذلك يعني هناك دعوات قضية أنه نحن نتبع القرآن نتبع القرآن أو حتى الخليفة الثانية قال حسبنا كتاب الله حسبنا كتاب الله وهي دعوة قديمة جديدة هذه أحسنته الآن يعني هذه المجاميع التقيت بيهم القرآنيون يعني شون تفهم القرآن والقرآن يفهم أي واحد صحيح يفهم أن القرآن أكو فهم سطحي أولي ممكن تفهم لكن أكو بعض الأسرار به يعني إلى مستويات للمعنى شون الآن تدرس أنت بالابتدائي يطلق مستوى أول بس من توصل للجامعة يطلق مستوى أعلى تعليل وتحليل وتفسير بعض الأشياء كيف تحلل كيف تقارن فإذن هذا القرآن فيه مستويات يفهم البسيط ويفهم العالم والإمام له فهم له والنبي له فهم يقارب فهم المعصوم فالتأويل أصبح جزء من عنده باعتبار ذكرى عدة مرات يعني ذكر كلمة التأويل غير كلمة التفسير وردت كلمة التفسير وردت في القرآن كلمة التفسير أحسن تفسير يعني بعض الآية ما تحضرني الآن بعض أيضا التأويل ورد التأويل بس ورد بمعاني متعددة نعم مثل تأويل أحاديث في قضية يوسف نعم الله علمه تأويل شنو الرؤية الرؤية شتكه رمزية نعم فهو يفك رموز يفكها بشكل واقعي يعني تحدث واقعا كما هي كما قال يعني هذا أيضا نوع نكشف عن حقائقها وليس نجمل في الغيب ولكن التأويل اللي يريده هنا أنا صرف المعنى الظاهر إلى غيره هذا موضوع التأويل نعم هذا التأويل الموجود يحدث دائما وين بالمتشابه مو بالمحكم نعم فلا بده بل يجب أن تصرف المعنى الظاهر إلى غيره وإلا وقعت بمشكلة نعم لو بقيت على ظاهره وانت قلت خلاص وانا أشتغل القرآن إلى ظاهر وظواهر انت قررته وظاهر القرآن حجه نعم لكن فيما أصدم وين أصدم مسألة الصفات أو أصدم مسألة المسائلة يسألونك دائما ما كنت هذا هو هذا السؤال الفلسفي نعم يعني احنا اتمينا بالجزئيات بالقرآن مع الأسف ولا منها بالكليات لو اتمينا بالكليات كانت جامعة للمسلمين أكثر ما هي مفرقة اللي يتفرق المسلمين وين جزئيات الأشياء جزئيات الأشياء يعني الفلسفة شنه الفلسفة لا تضطي المعنى اليوم القيامة نعم تضطي الساعة اليدوية أو الساعة اليومية فهي أكون مشافة الكثيرة في فهم هذا النص وحتى فهم الفهم قد أنت تفهم شيء ويأتي مفسر آخر يفهم غير هذا المعنى اللي أنت ردته وينقد رأيك بهذا التفسير وذلك كثرة التفاسير ليش؟ لاختلاف الأفكار فيما بينهم اختلاف الأفكار فكر الصوفي غير الفكر الفقي غير الفكر المعتزلي يختلف فكل من أيضا يريد أن يفسر بهذا المعنى ولكن علينا أن نجرد من قضية التفسير التفسير العقائدي لأن القرآن للمسلمين جميعا لا هو للزيدية ولا هو للإمامية ولا هو للمالكية ولا هو للجافعية هو سماكم المسلمين فإذا أنا كمسلم أخذ هذا المعنى وأفسر أفسر أبينه أول هنا ما أقدر أقول لك التفسير الظاهر يد الله ما أقول إن الله إلا هو يد ما أقدر أقول قدرة الله قوة الله هيمنة الله وهكذا فهذا التفسير ليس بعيد عن الواقع لأنه أنا محكوم بقواعد الله ليس كمثله شيء فلما أقول هو إلى إيد راح القاعدة أصدن بها تماما وهذا مبحث الخلاف في الصفات بين المسلمين هل تؤول هذه الجمل لو ما تؤول قالوا يجب الخلاف في مبحث الصفات إنما منشأه من مسألة عدم قول بعض المسلمين بمسألة التأويل ولذلك يضطروا لأن يتقبلوا بعض التفاصيل من قبيل الجسمية أحسنت يعني التأويل إذا نأتي إلى بيانة أكثر من التفسير طبعا أكون نظرية أنه نفسه أكون نظرية التأويل هو باللغة والصلاح واحد هو نفس التأويل التأويل هو بعبارة أهل اللغة الرجوع يعني ترجع على النص إلى جذوره هذا النص ترجع إلى أولياته أو ما يسمى بالفكر الغربي جينولوجيا اللفظه نعم إحنا مشكلتنا ما عندنا شيء في تاريخ الأفكار لأن تاريخ الأفكار أنا أعرف جذور اللفظه وتطوراته وتغير دلالاته يعني هذا معجم تاريخي مهم والآن أعتقد أن يشتغلون على معجم تاريخي مهم نعرف به الألفاظ في عصر الناس وما بعد عصر الناس وتحولات اللي صارت بالأفكار هذا طبعا الفكر الأوروبي واسع جدا عتم معجم وموسوعات كبيرة به لأن اللفظة في القرن في تطور اللفظ اللفظ في القرن السابع عشر غير اللفظ في القرن العشرين اختلفت الدلالات اختلفت الأشياء فإذن الآن بالتأويل باللغة الرجوع التأويل والتفسير عتم واحد بعضهم هذا أيضا قال وهو بيان مراد ومقصود المتكلم بيان مراد المتكلم قال نبحت في علم النصر أيضا لأرادة يعني هو شيء يريد يقول الله سبحانه وتعالى في هذا النص شيء يريد يقول هذا مبحث مهم دقيق مرادة من يد الله فوق أيديهم شنو شنو مرادة مرادة أنه يريد بينه أنه لأيد لو مرادة يقول ترى القدرة والهيمنة كناية عن القدرة وهي كناية عن القدرة قدرة الله علم الله قوة الله مهمة عليكم تميان شيء تقول أنت بيها يعني ما أعرف كلمة الله سبحانه وتعالى فالمنظومة العقادي هنا تشتغل بالتأويل نعم هاي نقطة النقطة الآخر مثلا التأويل أتى بمعنى تأويل الرؤية يعني شلون عن الرؤية رمزية وهو علم فكر موز الرؤية وكان طبعا النبي يوسف مشهود له وغيرا حتى غير الأنبياء أيضا عتهم هاي القدرة لكن يوسف عليه السلام ظهرت بشكل واضح أيضا اصطلاحا وقعدنا طبعا تأويل التاريخ تأويل الحديث تأويل اللفظة كلها موجودة هنا الآن أنا أسرد التاريخ سرد جديد أولى حسب اعتقادي لذاك نشوف الرواية الزبيرية والرواية الشيعية والرواية الأموية والرواية العباسية اختلفت الروايات هنا وين الرواية اللي عليها منهجية صحيحة حتى تعرف تأويلها صحيح لو مصحية أما اصطلاحا فله معاني متعددة عندنا أيضا عند الجمهور أنه التفسير هذا سموه التفسير بالرأي وهذا مردود ماكو تأويل بالله انت شنو ضوابط التأويل ما نعرفه احنا نقول ضوابط التأويل ما نعرفه انتو شي يقعدكم ايما تقولون انهم المؤولون هم ليأولون يرجع للمعصوم يعني من خصاصة نعم من خصاصة ان يفك هذا الرموز يسألونك عن الروح يسألونه النبي بالضبط أيضا يسألونه الإمام على قادرة ما معنى هذا النص هذا يستطيع لأن هذا له معاني متعددة المعنى المراد من الله سبحانه وته هو هذا المعنى وقد ألجأ الله المسلمين لذا لا يعلم تأويله إلا الله والرازخون والرازخون أحسين في التالي هناك من يعلم التأويل هناك تأويل ومن يعلم بهذا التأويل هذا على رأي أن الواو عاطفة أما هذا الواو السنافية التأويل المختص بالله سبحانه وتعالى لكن إذا كان مختص بالله سبحانه وتعالى يعني ليش يقوله مختص بعض بالله ما يحتاج ما هي الحكمة من وجودة إذا كان لا يعرفه أحد إلا هو مشكلة إذا لا رأت تجينا مشكلة فالإشكالية لازم أكون شخص يعرفه في رأي الإمامية أنه إما النبي أو المعصوم أكيد هو يعرف ولذلك عندنا كتب بالتأويل كثيرة يعني الشيعة كتبوا في التأويل كتب منها انفقدت ومنها وصلت إلينا المعنى الآخر قالوا أن التأويل تفسير باطني نعم أنت تتفسر تفسير باطني تفسير الباطني يعتبرون كفر مثل يش تفسير يش اسمه مثل الصوفية نعم يعني يفسر الناس تفسير رمزي أو إشارة لذلك كل تفاصيلهم الإشارات نعم ابن عربي وغيره وإشارة سهرة وردية من فسروا يجوا للقرآن فسروا رموز يعني صاروا يعني شون يعني لا هم مظاهرية ولا هم مؤولة بالتأويل العلمي هذه مشكلة صارتتهم فإذن هذا النوع أيضا تهموا بي الصوفية الباطنية قالوا هذا التأويل معناها الباطنية وأنتو شيعة باطنية والإسماعيلية باطنية وفرق كثيرة باطنية يجوا للنص هذا النص المعني بيه علي بن أبي طالب من أتي الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا قالوا حبوا علي بن أبي طالب قالوا شون فسرته هذا إذن هذا التفسير باطني يعني هذا أيضا من ضمن نقود يوجهوها نأخذ فاصل سمعت الشيخ ونكمل هذا الموضوع أحبة المشاهدين فاصل ونعود إليكم فابقوا معنا إذ قال ربك للملائكة ازجدوا خضعوا لأمر الله لم يترددوا قبل الوجود وقبل آدم أن يكون بريق نورك في السماء يتوقدوا لما رأوك بصل به سجدوا فأنت بكل ما يعني الوجود محمد بكل ما يعني الوجود محمد ها قد عدنا لكم أحبة المشاهدين من جديد وحلقة اليوم من برنامج في رحاب القرآن سمعت الشيخ كنتم بصدد بيان المزيد في مسألة التأويل ومعانيه نعم في التعريف الاصطلاحي وعرفه التأويل كما قلنا يعني لا مدرسة أهل البيت قالوا أنه المراد بالتأويل في النصر القرآني هو كشف المراد أكشف عن مراد الله سبحانه وتعالى شلون أكشف عن مراد الله إذن لازم أأول تأويل بهذا الجانب كأنه مخصص بمن له معرفة وقدرة بالقرآن الكريم نعم غير متاح للجميع غير متاح للجميع في واقع اللي يعرفه من الإمام يعني يسأل الإمام يجاوبه أيضا وهذا أيضا يعني نقدم مثل هذا الشيء يعني يقولك القرآن مفهوم مو صعب شلون تقولون له شيء أنه ما يعرفه بس المعصوم يعني حصل بالمعصوم والمعصوم من بلغى مثلا ما هو واسطى إلا يسئله وين الفائدة من عنده فهي أيضا مشكلة يواجهه ولكن بعد ظهور الكتب كتب التأويل أثبتوا أن الإمام هو قادر على التأويل في بعض مساءات كثيرة ذكرواه بكتبهم أنه الإمام سئل الإمام علي عن معنى كذا قال هذا المعنى سئله الإمام الصادق وهكذا بدأوا يأسسون إلى أشياء كثيرة ولذاك الآن عندنا عندنا كتاب تأويل الآيات الظاهرة تأويل الآيات وكتبوا الكثير بعلم التأويل وعلم التفسير وهذا العلم هل إنه مختص بالإمام فقط فقط مختص أم لا قالوا بالاختصاص للمعصوم هي خصوصية للراسخين اللي نذكره بالآية الكريمة في آية سبعة من آل عمران للراسخين بالعلم الراسخون بالإلم هم اللي يعرفون تأويله على التعريف يعني على تفسير وتعريف بعض العلماء والذي قالوا أن الواو الواو السينافية وهذا مختص بالله سبحانه وتعالى لم يطلع عليه أحد لم يطلع عليه أحد ما أي شيء وقالوا أن التأويل إصطلاحا هو حقيقة الشيء حقيقة الشيء ليش؟ لأن التأويل يقع وين؟ بالمحكم لو بالمتشابه 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 حقيقة المتشابه ينصر في لعدة ألفاظ وين حقياء لفظ ينصر في لها؟ قريب بعيد فحقيقة الشيء هو التأويل ليستطيع أن يكشف مثل هذا وشه الله فثم وشه الله شلون يعني تعرف على الشيء لأن هذا يحتمل عدة وجوه القدرة والقوة والأمور والنهي وكذا ومنها أنه وشه الله هذا معنى ظاهر حقيقة ما يريد الله سبحانه وتعالى قد تكون سابق على الآية أو لاحق من بعدها لأن القرآن يفسر بعضا بعضا القرآن يفسر أنت تبحث بالقرآن كله وأيضا طابق بعض الآيات وتقارن بالتالي إذا ما تطرع عندك الحالة ما تقول من جيبك تفسير تفسير بالرأي وتفسير بالرأي منه عنه هذا اللي يقولوا الآن تفسير بالرأي هو منه عنه ولكن حيثا هذا الكلام عند المفسرين القدامة اللي هم يفسرون بالمأثور و يفسرون برأيهم فيه كلام فيه كلام ليش ما القرآن يتاح للناس يعني يقولوا هم يفسرهم وهو شخص يفسر النفس ثم يعتقد بيها وإلا من تلكه هذا أحد أسئلتنا وهو أنه لماذا يعني وقد اضطر الناس للتأويل وكان الله سبحانه وتعالى يجعل القرآن واضح ولا يلجئهم إلى التأويل هذا كلامنا يرد لأنه يقول لك للمفسر علوم متعددة يعني ليست علم واحد ولذلك ظهروا ضربوا هذه القاعدة مثل محمد شحرور محمد عبد الجابري محمد أرغون عنده كتاب أيضا في القرآن ضربوا هذه القاعدة قالوا أنتم محتكرين إلى تفسير القرآن إحنا نقدر نفسر القرآن ونقول بس على وجهة أنهم قرآنيون رح يكونوا مشكلة نعم لأن تركوا السنة الشريفة اللي هي هي علاقتها موضحة للنص النازل نعم فكيف أعرف طبعا المشكلة قالوا أنه أننا الحديث لا نستطيع ضبطها فيه وضع وفيه آراء فيه تحريف فيه مشاكل كثيرة هذا القرآن هو ثابت لكن هذا القرآن أيضا يرمز إياك يعني واسمعي يا جارة فيه نصوص صحيح مباشرة قلوا الله وتقرأها ما كفت مشكلة أنت تركوا الأحدية والواحدية أنت من يما تكتبوه لكن هناك بعض بعض الأشياء بالأريث بعض الأشياء حتى بالأفكار بالتوحيد ليش اختلفنا بالتوحيد التوحيد نحن اختلفنا به هناك أيضا صارت مشكلة أنه الله سبحانه وتعالى مجسم لو مجسم هذا اختلف شريحة كبيرة قالوا بالجسمية وتهمه أيضا أنه شعب من الحكام قالوا اتهم اتهم أيضا بالجسمية قالوا أنه يذهب إلى الجسم يقول بالتجسيم يقول بالتجسيم والجسمية هذا الشرون مشبهة وهذه قضية موقعة بها بسبب برأي أن التأويل يحل قضايا مهمة وأن الآن الإمام المعصوم يعني ما موجود ولكن هو التأويل يحل مشاكل كثيرة في الأفكار في الأحكام في غير الأشياء يعني كأنه يصير حالة توفيقية بينه وبينك كأنه نأول هذا المعنى يعني مساء القتل والقتال وكذا هذا اللي الآن هي نظم مساءة القتل وقتال ليه شيء تأخذ بعض القرآن وتكفر ببعض القرآن فيه آيات الرحمة وفيه آيات البسم الله وفيه آيات القتل وقتال فممكن يعني فقط أخذ بس القتل وقتلهم وأنشئ فرق على هذا الضوء لا أنا أخذ أيضا آيات الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة العالمين أنت الآن كم أرسل للعالم يتحرر مدينة تركيا أنت غير تنقل صفات النبي الأكرم صفات النبي الأكرم رحيم شفوق يعفو عن أصحابه لكن أيضا هذه مشكلة روايات في الحديث تنسب إلى النبي قضية عدم الشفقة يعني كان سبابا رويها البخاري وغيرها كان يسب أصحابه أيضا هذه ما تنطبقه إلى صفاته القرآنية علينا أن أيضا هنا الروح نقول هذا هذا ما ينطبق على صفاته المذكورة بالقرآن الكريم يعني أنت لا تقول بالتأويل وتقول هذا تفسير بالرأي وأنت تعمل بالتأويل أنت أولته إلى إنسان يعني قائم بالسيف يقاتل بالسيف ويأتي بالناس بالقهر والإكراه هذا أيضا مشكلة عندك ويتعارض مع قوله يتعارض تماما واضح هذا التعارض أيضا المعنى اللي قريب إلى نفسه يعني أعتقد يعني برأي القاصر أعتقد عرف السيوط وغيره صرف المعنى الظاهر إلى غيره تنحل تنحل مشكلة الصفات نعم مشكلة الصفات العويسة لياد والرجل وكذا وكله رجل يضحف التي يسقط بها من لا يقول بالتأويل أحسن وذكرها السيوط وغيره من علماءهم أيضا قال التأويل معناه صرف المعنى الظاهر إلى غيره اليد يعني القدرة مو اليد الجارحة نعم فانحلت مشكلة المشاكل المعنى الظاهر في كلمة يد إنما إلى معنى آخر ولذلك يعني يصح أنه هذا القرآن إلى جزئين محكمات ومتشابهات محكمات هو تفسير يعني والمتشابهات صرف المعنى الظاهر إلى غيره ما يقصد هذا المعنى أشار لك هو هذا المعنى ولكن ما يقصد لأن يحاكيك أنت كإنسان بس ما هو كينونته مو مثلك يختلف عنك هذا طبعا أحد أيضا المصطلحات اللي هي تعريف المصطلح التأويل تعريف الآخر وهو علم يقوله يقوله وهو علم يعني التأويل ليست يعني قضية عادية هو علم لازم تتعلمه علم المستقل برأسه أحسن يعني كعلم ناسخ والمنسوخ نعم هذا القرآن يكون في عام وفي خاص وناسخ ومنسوخ وفي تأويل يعني شون المسلمين اتحاربوا بيناتهم يعني ما صح إلا في عد الإمام كان عمار يقول هؤلاء حاربناهم على تنزيله واليوم نحاربهم على تأويله تأويله فأي قضية يعني هم رفعوا المصاحف خمس مئة مصحف رفعوا نعم زين هذا رفعوا العلام يعني أكبر الحروب أولها التي شنت بين المسلمين يعني بين أمير المؤمنين ومعسكر الشام مرجعها هذا مرجع التأويل خلاف التأويل القرآن الكريم ما هو هو أكو تأويل تسأل عنه حتى تعرف حقيقته وأكو تأويل أنا صنعه نعم لأنه ما يناسب وضعي يعني ما يناسب أنه واني أنزال من الشام إلا أول من رفعه المصاحف أنت ماذا تسأل طبعا بحثها طاح حسين في كتاب الفتنة الكبرى يعني في قضية رفع المصاحف وهم رفعوها بالأخير بعد أنه أوشكوا أن ينزموا لماذا لم يرفعه في أول 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 نعم فهذا شنو يعني وكان سياسة أمين لا تبدأ القوم بقتال هذا يعني معناه أن أريد البقية يفهمون أنه يصير بيناتهم قضية التزاحم ويصير بيناتهم عدم فهم الواقع بأنه ذول فعلا أهل القرآن يرفعون لهم ويردون حيلة وحدة من الأشياء التي هي ما معروفة ولذلك قال أمير مونين أنا القرآن الناطق نعم إذا كان هذا قرآن صامت أنا قرآن ناطق وله عبارة يرددون المفكرون كثيرا أكثر المفكرين يرددون هذه العبارة أقراها في كتبهم يقول إمام علي عليه السلام القرآن خط مصطور تتكلم به الرجال نعم بس من يتكلم بالقرآن لازم يعرف تنزيله ويعرف تأويله أيها صعوبته خط مصطور تتكلم به الرجال ابن مجاهد فسر ابن فرات الكوفي فسر بالتفسير المأثور فلان 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 كم تفسير موجود؟ آه لا في التفسير بس من التفسير الصحيح اللي أردأ أخذ آني وأتعبد به الذي أشار له القرآن المعصوم الرأسخون في العلم أحسن إحنا الإمامية نعتقد بالمعصوم اعتقاد تام ولكن ليس تكون رواية وليس تكون قول نعم نفحص بهذا الأمر ونبحث عن الدليل ونبحث عن صحة ومصدره وأساسه حتى نعتقد به فرؤية التأويل يملكه المعصوم ليست رؤية متطرفة يعني ربما أحد يقول ليش حصلتها بالمعصوم؟ ليش ما يشمل غيره أيضا يقدر يأول يدرس علم التأويل هذا الشبيه من سؤالنا الأخير اللي هو مثلا إذا كان التأويل منحصر بناس محددين كيف يتسنى للآخرين على مر الأزمان أن يصلوا إلى حقائق القرآن الكريم لا أنه هذا التأويل هو ما ظل علم مخزون عند الإمام كل الآيام الألاثنعاش كلهم يتكلموا به نعم فإذا يجيب شخص يقول للآية يقول للآية يقول لا لا مو مثل ما يذهبون الآية بمعناها كذا يعني موجودة في كتب الآن موجودة كتب وتفسير وآلاف الكتب منها النوع هذا موجودة فما خلوا أنه كل القرآن هم شرحوا وبيّنوا قضية المتشابهات لأن حتى الليلة الشابة على هذه قالوا أن هذا تفسيره يعني كذا مثل استوى على العرش استوى على العرش التي ظاهرها بجلوس يعني هذه الجالسة ولنما رواية الإمام الكاظم استولى على العرش بمعنى استولى استوى بمعنى استولى يعني هذه القضايا مهمة وهو كثيرة جدا ليس على المجال لأنه لازم إراد حلقات نبين هذه الفروقات والأشياء الموجودة اللي ذكروها واللي نفع بها حتى جمهور المسلمين من غير المذاهب انتفعوا قالوا هذا رأي علي بنبي طالب هذا رأي نماضي يحفر الصادق هذا رأي فلان بدأوا يستفيدون لكن مع الأسف ما اهتموا بالتأويل قالوا أن التأويل هو تفسير بالرأي فتركوه أغلب المسلمين الآن من تقول له هاي مؤولة ما يصدقك يعني يقول لك لا هذا يعني تخريجه أو تخرج من سؤال أو كذا ولا يعني هذا معنى الظاهر الرأي الأخير اللي هو هذا لدينا نص دقيقة بل الرأي الأخير أن هذا لا يبلغه شخص لا بد أن يتعلم التأويل ولذلك عندنا المؤولين في صدر الإسلام المؤولين موجودة أسمائهم أبو ذرمو أول فلامو كثير منهم والتابعين وتابع التابعين بقوا يشتغلون بهذا النظام ولكن السياسة منعت قضية هذا العلم وتطورها أحسنت وصمحت شكرا جزيلا لكم والشكر وموصول لكم أحبة المشاهدين وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى وموضوع آخر نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر